السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا بكم متابعين في كل مكان ومكملين مع بعض يونيت 1 هنذكر مع بعض لسون 3 & 4 ان شاء الله يشحوا معكم بطريقة سهلة وبسيطة لكن قبل ما نبدأ تمنى من حضراتكم تدعموني وتعملوا اللايك الفيديو لأول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش الاشتراك في القناة لنبدأ مع بعض هنا عندنا لسون 3 & 4 بعنوان mini forms to write numbers اشكال عديدة نكتب بها الاركم وكمان عندنا composing and decomposing طبعا دي جزئية مهمة جدا هنتعلمها النهاردة مع بعض هنا في البداية هنتعلم mini ways to write numbers تعالوا نشوف مع بعض الشرح بتاعنا دي اسمها place value chart اسمها place value chart فيها ايه هم اسمها الى ones و thousands و millions طبعا عارفين الones فيه 3 digits وعندنا 1000 فيه كمان عندنا 3 عندنا في الones والتنز والهندرز ونفس الشيء مع المليونز طيب تعالوا نتعلم مع بعض ازاي نقدر نكتب باكتر من طريقة عندنا كم طريقة هنتعلمهم النهاردة عندنا كده one عندنا two عندنا three عندنا هنا كمان فيه واحدة في الاخر فكده عندنا four ways اربع طرق ان انا هقدر اكتب بيهم الاركم ركزوا معي في الطرق دي اول طريقة وهي standard form دي الطريقة بتاعتنا ده الشكل بتاع النمبر بتاعنا كلنا طبعا عارفينه اسمها ايه اسمها standard form لازم نحفظ الاربع مصطلحات دول عشان بيجي في الانتحان بيقولك اكتب الارقام عن طريق standard form او expanded form او word form التلات طريق الاولين دول مهمين جدا وبيجي كمان عندنا short لكن هو دايما بيجيب التلاتة اللي فوق اكتر طيب يبقى عندنا standard form ده الشكل الاساسي بتاع المسألة after three digits انا بحطي comma او بيقولك هنا القامس دي انا باستخدمها to show periods انا باستخدمها علشان اوضح بيها الperiod وقن المرة اللي فاتت برضو يعني ايه period قن الجزئية دي كلها كده اسمها period يعني فترة او وحدة دي كلها اسمها period ودي كلها اسمها period بفصل بين كل واحدة تانية انا بحطي comma بحط ايه بحطي comma عندي كتابة بالشكل ده في الstandard form تمام؟ طيب تعالوا مع بعض بعد كده نشوف expanded form انا دايما بقولها على expanded form معناها وسع وسع او فك فك يعني ايه؟ يعني نوسع كده الارقام من بعضها او نفك الارقام خليكم كده دايما نفكرنا علشان ما تنسوهاش يبقى عندنا expanded form معناها فك الارقام او وسع الارقام تعالوا نفك الارقام ونوسحها هنعمل ايه؟ بنبدأ اول حاجة from the left من ناحية اليصار عندنا هنا في ايه في الاخر؟ لازم في البداية نحدد الperiod اللي انا هشتغل عليها الperiod دي عندنا اللي هي المليون يبقى انا هشتغل على المليون طب دي ايه؟ دي 100 مليون بيكان ب700 مليون يبقى حكت بكده 700 مليون تمام؟ عندنا حط بعد كده بلاس زائد هنا ال 70 دي في ال 10 مليون بيكان 70 مليون يبقى حكتب كده 70 مليون هقول بلاس ال 8 دي موجودة قلنا في المليون بيكان ب 8 مليون يبقى حكتبه هقول بلاس خلصت خلاص دي هبدأ في دي دي موجودة في 3000 بيكان ب 300 000 هكتبها عندنا ال 4 موجودة فين؟ موجودة ال 4 في ال 10 000 ب 40 000 طيب عندنا الزيرو الزيرو دي علشان اجيب بتاعتها هي اساسا مليهاش any value ال 0 ملوش اي قيمة فبالتالي انا مش هكتبه لان المسألة بتاعتي كلها بتعتمد على ال value القيمة بتاعت كل ديجيت من دول طيب بعد كده عندنا لبعضه على طول عندنا ال 8 ال 8 موجودة في 100 ب 800 ال 2 موجودة في 10 عندنا 20 وال 1 موجودة في 1 عندنا كام ب 1 تمام؟ يبقى الطريقة دي اسمها expanded form بتعتمد ال value بتاعت ال digit طبعا لازم تمشوا معي الفيديوهات كلها بالتسلسل لاني الفيديو السابق طبعا مرتبط بشكل اساسي بالفيديو بتاع النهار ده تمام؟ الطريقة التالتة وهي يعني ايه؟ يعني احنا بنحول عن طريق الكلمات الارقام اللي انا كتبتها دي بحولها الى كلمات تعال نقرأ الكلام ده هنا هقول ايه؟ 700 78 هحط كاما دي فين؟ ده عندنا في 1000 هقول 340 متكلم علي 1000 تمام؟ فين؟ اهي تمام؟ احط كاما هقول بعد كده هتكلم عندي هقول 821 يبقى هقول ايه؟ 821 يبقى احنا كده اخذنا standard يعني ايه؟ الاساسي للعدد expanded يعني ما قلنا كده وسع وسع او فك فك الاعداد word احنا عارفين كلمة word معناها كلمة فبالتالي شكلها شكل كلمة هنكتبها على شكل كلمات طيب اخر واحدة وهي short word form يعني ان احنا نكتبها بشكل مختصر واتكلمت عنها برضو المرة اللي فاتل يعني مزيج مبين الاتنين دول يعني بكتب عندي الرقم بتاعي الاساسي وبعد كده بكتب اسم الperiod اللي موجود فيها فهو هنا موجود في المليون احطي كاما وبكتب الرقم الاساسي كله وبكتب الperiod بتاعته موجود في 1000 يبقى حكتب 1000 وبعد كده حكتب باقي النمبر بتاعي طبعا ده عندنا الperiod الخاصة وطبعا انا ما بكتبهاش اصلا تمام؟ فبكتب عندي الرقم بتاعي كله طيب تعالوا شوف النوت دي بيقول will we use standard form most often احنا دايما بنستخدم اللي هو standard form numbers written in expanded form show the value of 8 digits الاعداد اللي احنا بنكتبها عن expanded form دي اللي بتوضح لي الفاليو بتاعت كل رقم زي ما قولت طبعا احنا هنا بنكتب expanded form بيتبع على اساس ايه؟ على القيمة بتاعت كل رقم الرقم ده موجود فين؟ في 100 مليون ده موجود في 100 بس يبقى بكتب 800 تمام؟ طيب تعالوا مع بعض نشوف اللي بعده طبعا هنا دي كلها امثلة ومحلولة دي انا نقراها كده الواحدة تعالوا نشوف اللي هنا طبعا ده الجزء التاني من الدرس بتكلم عن decomposing and decomposing number يعني ايه بيقولك هنا معناها ان يباوز تجذر انك تحطهم مع بعض معناها انك انت بتعمل لها broken apart انك بتجزقها او انت بتكسرها بتكسر الاجزاء او بتكسر الرقم يعني طيب تعالوا كده مع بعض هنا عندنا طبعا place value chart تعالوا نشوف عشان اعمل عندنا الرقم بتاعي decomposing طبعا decomposing معناها الرقم الاساسي بتاعنا زي standard formula كده معناها الرقم الرئيسي او الرقم الاساسي في المسألة اسمه decomposing يعني متجمع كله مع بعض اما عندنا decomposing يعني اللي هي expanded form لكن لها two ways انا بحلي بهم يعني ايه يعني انا اللي ما باجي اعمل expanded form انا عندي طريقتين الطريقة الاولى اللي احنا تكلمنا عنها في البيج السابقة شايفين معايا اللي هي الطريقة دي وفي عندنا الطريقة التانية اللي هي الطريقة دي تمام تعالوا برضو نلاجه على الطريقة الاولى هنا جايب موجودة في تمام بعد كده موجوده في الهندرد ساوزان بفور هندرد ساوزان بلاس عندنا الفايف وفايف موجوده في التين ساوزان في التين ساوزان شايفين معايا؟ وبعد كده هنكمل الباقي طيب تعالوا الطريقة الثانية ودي طريقة مختلفة أول حاجة عندنا الفايف إن موجوده في المليون صح؟ يبقى كل اللي هعمله هاخد الفايف وحطها كده Open Pro واقول talimes قلنا في المليون بone million واقول tumales one million بعد كده واقول pelas موجودة في الم нужضان يبقى هقول بكام عندنا بهاilian hundred thousand يبقى حكت for times one hundred thousandendas طبعا بين كل والتاني be transp exclusively معناها اقواس. فانا عندنا بين كل والتاني انا اوبطي بلاس استعمال. وهنا كمان احطي بلاس وبعد كده هشتغل على ال 5 منجودة في ال 10 thousand. بالتالي هقول 5 plus 10 thousand. هقفله. هقول plus. ال 6 دي منجودة في ال 1 thousand. يبقى 6 plus 1 thousand. plus. عندنا 3 دي منجودة في ال 100. يبقى هقول 3 times 100. ال 8 منجودة في ال 10. هقول plus 8 times 10. وطبعا كل ما بشتغل على number بحطه. يعني جوه كوسين. بعد كده هقول plus. عندنا هنا ال 7 اخر حاجة دي منجودة في ال ones. يعني one. يبقى 7 times 1. تمام? طيب. بعد كده هنا يبقى مثلة محلولة. تعالوا معي نحلق ال 6 بيقول many forms to write numbers. فيه اشكال حديدة ان احنا نكتب بها ال numbers الارقام زي مش رحتوها كده في بداية الفيديو. اول حاجة بيقول four hundred and nine. يبقى اول حاجة الفور في ال hundred. تمام? وبعد كده عندنا ايه? فين التن? مفيش تن. يبقى انا هحط زيرو. فانا هحطيت هنا زيرو. وبعدين nine منجودة في ال ones تمام. مرة تانية. بحط كل number في المكان بتاعه. ال period الخاص بال ones. والمحتوى بتاعها. يعني زي ال ones وال تن وال hundred. ال period بتاعت فيها one thousand ten thousand hundred thousand. ال period بتاعت فيها one million ten million hundred million. ال period الخاصة به المليورد ما فيهاش بس غير one million اللي احنا بس اخدناها. تمام? طيب يلا انا عندي وعندي يبقى يمسى عندنا هنكتب ايه? يبقى انا عندي يبقى حكتب مليون وحكتب تاوزند ولازم يكون عندي مليش دعوة. انا انا قلت كل حاجة بتكون بالترتيب. تمام? فى يلا. تيرتي فور مليون اه يبقى تيرتي فور مليون احي. قال لك ناينتي سيفن ساوزند. طب ايه بتاعت الساوزند لازم يكون فيها وانز وتنز وهندرد. فانا عندي هنا ايه? عندي ناينتي سيفن. يعني عندي تن وهو وانز. يبقى حكتب كده عندنا التنز والوانز. طب فين مفيش حط مكانها زيرو. لسه معايا الاولينية الخاصة به طبعا هو مش جايبها يبقى حط مكانها كلها زيرو. خلصت خلاص. وزي ما شايفين طبعا الاسئلة دي جاي في المحافظات. وزي ما قلت ان شاء الله بعد ما خلص بالكامل هنزلكم مذاكرة هيكون فيها ملخص كله. تمام? ان شاء الله المذكرة دي مش هطلع منها الامتحان زي ما قلت. عندي ايه? عندي خاص بالمليون وعندي خاص بالساوزند وطبعا دي الخاص بالوانز. يبقى انا عندي هنا فيه كاما وعندي فيه هنا كاما. تمام? يلا طبعا اهي. تمام? حد يقول يا ميس طب انت هنا ليه ما استخدمتيش الخاصة بي المليون فيها تن وفيها هندرد. طيب ماشي. هحط فيها ايه? هحط عندنا زيرو ما هو مش ميديني هنا الهندرد ولا ميديني التن. طيب يلا حطي زيرو هنا وحط زيرو هنا. لما اجي حطي زيرو هل الزيرو هنا لما بيكون عندنا هل الزيرو ده بيكون ليه فاليو? لا. طب يكتبها ليه? يبقى مفوض ما اكتبها عشان انا كنت ناس كبيرة وفاهمين اني الزيرو ما يفعش اكتبه انزالفت. تمام? اللي بعده تو هندرد فورتين سوزند. قلنا ايه? تو هندرد ماشي. ادي تو ما موجودة في الهندرد. وقال فورتين. ادي اهي فورتين. خلاص خلصنا فيها عندنا سري دجلس. ناين هندرد سيرتي سكس. اه في هندرد ماشي اهو. الناين هندرد. وقال لك سيرتي سكس. بس كده. اللي بعده قال لك فايف هندرد تويني سبن مليان. اه ده عندي مليان وعندي ساوزند وعندي وانز. ماشي ادي اهو بتاعت المليان والساوزند ودي الونز. يلا قال فايف هندرد تمام انا عندي هندرد اهو. تويني سيفن. ادي تويني سبن. وبعدين قال لك ناين هندرد ساوزند. اه ده قال لك ناين هندرد ساوزند. يعني هو ادي لك هندرد وما لدكاش وانز ولا ادي لك تنز. يبقى حط مكانها زيرو. بعدين سكس هندرد فورتي. ادي سكس اهي. قال لك هندرد دي هندرد وفورتي. تمام. ادي كده فورتي. يبقى انا كل اللي بعمله انا بترجم الكلام المكتوب. بس كده. طيب. بعدين سري مليارد فور هندرد مليارد. اه داني مليارد ماشي. وداني مليارد ده مدى ليش ساوزند. ماشي اوكي. يبقى انا ادي ادي كده المليارد. وعندنا لازم يكون مليارد. وبرضو لازم يكون عندي ساوزند. ويكون عندي الونز. هي كده كل حاجة زي ما قلت بالترتيب. فادي سري مليارد. فعندنا سري موجودة في المليارد. اول حاجة في الونز. وفور هندرد المليارد هيكون في هندرد. اللي هي فور. تمام. وقال لك مليون. اه طفين عندنا التنز مفيش حط مكانها زيرو. وبعدين حط المليون. سيفنتين. اه عندنا السيفنتين دي. دي موجودة في الوانز. فين الساوزان. مفيش ساوزان حط زيرو زيرو زيرو. ليه علشان وتنز وانز. زي ما قلت كل حاجة انا بحطها بالترتيب. وبعدين قال لك سيفنتين اه في الوانز طفين الهندرد. مفيش حط زيرو. وحط سيفنتين. علشان سيفنتين دي عبارة عن تنز وعبارة عن وانز. تمام? قال ايه? تويني ساوزاند. يبقى عندي ادي كده ايه? دي ساوزاند. ودي ساوزاند. تمام? يبقى قال لك تويني ساوزاند. يبقى انا عندي حكتين تو بريدز. عندي بريد خاصة بالساوزاند وبالوانز. بس كده. فدي تويني ساوزاند. يبقى دي خانة التينز. دي في خانة الوانز. بعدين يبقى ادي دي موجودة في التين ودي التو موجودة في بس كده. دي مليون اه يبقى انا عندي هنا ايه? عندي مليون. وعندي شايفين? وعندي وانز. يبقى انا عندي سري بريدز. ادي بريد وادي بريد. يلا المليون دي هو قلك في سيفينتي مليون. ادي سيفينتي مليون هنا. وقال لك دي في الساوزاند تمام? هو طبعا من جاهز هالي. وقال لك دي في الوانز تمام? يبقى اهو. يبقى انا كده ايه? حلتها له. تمام? بيقول. عاوزنا هنا نكتب ايه? نكتبها اكس باندد. اكس باندد معناها وسع وسع النمبرز. النمبرز هي بالطريقة دي. فانا بعمل لها اكس باندد. فبخليها بالشكل اللي هو زي ده بالضبط. فيلا معي. اول حاجة دي لازم اعرف كل بريد. بريد الوانز وبيريد الخاصة بي الساوزاند وي مليون. يبقى دي وان مليون. باكتبها ازاي? ادي وان. وبحط الكمة. وحط زيرو زوجان كل اللي قدامه. اه. بعدين سيفين موجودة في الهاندرد. دي سيفن هاندرد ساوزاند. ادي عندنا سيفين. وبحط كل اللي قدامها زيرو. ادي سيفن هاندرد. تمام? وحط كده الكاما. وكده ساوزاند. تمام? سيفن هاندرد ساوزاند. هقول له بلاس. الفايف دي موجودة في التن يعني فيفتي ساوزاند. بلاس سري موجودة في الهاندرد بسري هاندرد. تمام? والزيرو طبعا انا ما بكتبوش خلاص. اللي هنا عندنا اه. الفايف دي موجودة في تن مليون. فادي عندنا طبعا بففتي مليون. تمام? او بعنزل الفايف. وحط كل اللي قدامها زيرو. فادي عندنا كده ففتي. تمام? مليون. هقول له بلاس. الفور موجودة في المليون. عندنا فور. تمام? مليون. سوري. ادي عندنا فور مليون. دي كما يا جماعة. تمام? هنا عندنا هقول له بلاس. السكس دي موجودة في الهاندرد ساوزند. بسكس هاندرد ساوزند. ادي عندنا سكس هاندرد. تمام? ساوزند. هقول له بلاس. السري موجودة في التن ساوزند. يبقى بسيرتي ساوزند. تمام? هقول له بلاس. التون موجودة في الساوزند. يبقى بكاما عندنا بتو ساوزند. هقول له بلاس الفور موجودة في الهاندرد. قلنا بفور هاندرد. تمام? هقول له بلاس. زير طبعا ما بكتبهاش. بعد بن عندنا موجودة في بتبقى زي ما هي تمام من موجودة في وعندنا يلا دي موجودة في يبقى بقام. يبقى بزير طبعا ما بكتبوش خلاص. موجودة في ملا يبقى. تمام? آهو. تمام? بقوة زيرو زيرو زيرو. بلاس. الفور موجودة في عندنا يبقى. موجودة في يبقى كده. موجودة في يبقى. الزيرو بكتبوش. موجودة في تمام? هنحل دي لوحدنا. تعالوا معاكم دي. هنا مجددا وهنحل دي ستي 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 فايف مليان حكتب اول حاجة السري السري موجودة في التن مليان يعني بيه سيرتي مليان. تمام ايدي كده. مليان اهو. بعدين هقول له بلاس موجودة في مليان يعني تمام? اهو. هقول له بعدين عندنا دي فيها يعني مفيش مش بكتبه خلاص. مفيش عندنا يعني زيرو. مش بكتبه هنا. هاخد عبارة عن منجودة في التن مليون في التن يعني التن هقول له منجودة في يعني هقول له موجودة في الهندرد. انا هحلها فين? حلها هنا. موجودة في الهندرد يعني موجودة في التن يعني بسيرتي وبقى كده الزيرو خلاص ما بكتبهوش هقول له بس كده. تمام? طيب انحل دي. هنا بيقول لك ايه? فاجي عندنا تمام? يبقى بحط كده زيرو زيرو تمام? كمان? زيرو زيرو زيرو. تمام? بعد كده زيرو زيرو زيرو. كده انا عملت له عشان ده البريد بتاعة الوانز ودي الخاصة بي الثاوزن ودي البريد للمليون ودي كده عندنا مليارد. تمام? هقول له بلاس قال لك بعدين دي مليون. يبقى مليون. اه فيها هندرد يبقى دي فور هندرد قال لك تمام? يبقى دي كده تمام? اهو. ادي كده فور هندرد مليا. فور هندرد كده مليون. تمام? يبقى كده عندنا فور هندرد مليون. بعدين قال تويني مليون. ادي تويني مليون. فالتويني دي عبارة عن تو. ادي تو اهو. حد يقول يا مثل احنا شطرين وعرفين ان هي تويني مليون. وزيرو مش هنعمل له حاجة جديدة خلاص. فتمام. ادي كده تويني مليون. وحط المليون ايه? اكتبها. ادي كده تويني مليون. هقول له بلاس. سري هندرد ففتي ساوزند. يبقى اخد الاول سري هندرد. طبعا سري هندرد ساوزند. يبقى ادي سري هندرد كده ساوزند. تمام? هقول له بلاس. ففتي تو. لأ ففتي دي باخدها الواحدية عشان دي تاني. يبقى ففتي ساوزند. هقول له بلاس تو ساوزند دي. بلاس وان هندرد سري. يبقى ادي وان هندرد اهي. وبعدين بيقول لك سري. تمام? ادي سري اهي. تمام? طبعا هنا مفيش هو حط ايه? الونز على طول. ايه سؤال اللي بعد? عاوز نكتب كل نمبر نكتبه بشكل ايه? في شكل وورد. يعني شكل كلمات. فالله معي. طبعا انا عندي هنا اول حاجة دي سري مليون. يبقى انا هكتب هنا كده. تمام? باخدها واحدة واحدة. ادي سري اهي مليون. زي ما زي ما هقرأها هكتبها. ادي عندنا هكتب كده. فايف هندرد. تمام? سكستي. تو. تمام? وبعدين فايف هندرد فور. ادي كده عندنا فايف هندرد فور. بس كده. طيب دي دي عندنا فيفتي فور مليون. يبقى انا هكتب كده برضو. هكتب فيفتي فور مليون. بعدين هكتب بيقول تو هندرد سيرتين. يبقى ادي كده تو هندرد. قلت ايه? سيرتين. ادي كده سيرتين. سوري. وبعدين هكمل هنا. تمام? بيقول فور هندرد ففتي. يبقى ادي كده فور هندرد ففتي. بس كده. هتحلوا دي لوحدكم. تعال شوف اللي بعده. ايه هنا في سؤالين فوق. حلوين لوحدكم برضو. تعالوا معايا نحل هنا. بيقول ايه ستاندرد فورم افزا ننبر سوري مليون تويني وان ساوزند ان فايف هندرد ماين ايهز. هعاوز ايه ستاندرد فورم. فيه احنا عندنا خاصة بالمليون. تمام? يبقى دي عندنا كده سوري مليون وقال لك تويني وان ساوزند. يبقى ما عنديش هندرد. يبقى حطي زيرو. وتويني وان ساوزند اهي. وبعدين حط اللي هي دي فايف هندرد ناين. بس خلاص خلصت. طيب ستاندرد فورم للننبر ده. اللي هو وان مليون. ادي عندنا وان مليون. عندي مليون وعندي ساوزند بس. ادي وان مليون اهم. وبعدين ساوزند قال لك فور. كما قال بيقول ايه? تويني فور ساوزند. اه يعني ما عنديش هندرد. يبقى ادي تويني فور ساوزند. تمام? وبعدين ما عنديش وانز بحط ايه زيرو للونز عشان هو مش موجود. طيب اللي بعده بيقول زا ستاندرد فورم اف زا ننبر سيكس مليون. اه وعندنا ساوزند. يبقى هو مديني مليون ومديني ساوزند. اكتبها فين? تعانوا اتبع هنا اهو. عندي قال لك سيكس مليون ماشي اهو. وبعدين مديك ساوزند كاملة تو هوندد تويني وان ساوزند. فين الونز ما فيش وانز حط انت مكانها زيرو. تمام? طيب بعدين هنا. هنا مدينا مليون ومدينا ساوزند ومدينا وانز. سهلة جدا. ادي اهو. عندنا الاية تموجودة في المليون. ودي كلها في الساوزند. بكتبها زي ما هي. وبعدين دي في الونز بكتبها برضو. زي ما هي. مليون وثاوزند وانز. يبقى ما عندناش مليون اهو. ما عندناش مليون. يبقى ادي المليون اهو. مفروض بعد المليون فيه او في سورة يعني قبل المليون في عندنا مليون. المليون مش موجود. يبقى حط مكان وزيرو. فين? في الانز والتينز والوانز. تمام? وحط الكاملة. وبعدين فيه ايه بس الساوزند دي فيها وان بس. يعني مفيش هاندرد ومفيش عندنا احط الفايف اهي بعدين احط القمى في الوانز ميديك بس ايه فايف والفايف دي موجودة في اول حاجة طيب هنا وهنا مفيش حط مكانها زيرو مدينا مليارد ومليارد اه تمام يبقى دي فور مليارد اهي تمام احط القمى بتاعتي ويه توني فايف مليارد طيب ما قالش يا مس هندرد بقى انت احط الهندرد اهو وحط ايه التنزل تحتك والوانز اللي هي توني فايف دي تمام وبعدين بحط القمى والساوزن ده مديني سيكستي سيفن لكن مديديش هندرد برضو حط زيرو في الهندرد واكتب سيكستي سيفن وبعدين حط القمى الوانز برضو مش مديك هندرد حط زيرو وبعدين حط ايه الفيفتي ناين دي بس كده زي ما قلت كده انا بمشي بالترتيب بقرر كذا مرة اهو عندنا هنا في مديني مليارد ومديني عايزها ايه هو بيقول اه برضو ومديني هنا سري دي يعني هو بيقول لك ان سري دي موجودة في الوانز تمام لان هو نحط شايف هنا فاصل ما بين دي وبين دي بالقامى يعني دي بيريد ودي بيريد ودي بيريد عشان بس ما حدش يطلق بط فدي سري مليون اهو بقى رفوت بعد المليارد او قبله في ساوزند ساوزند هو قال لك سري يعني هو ولا ادي لك الهندرد ولا هو ادي لك التن يبقى حط مكانها زيرو زيرو وبعدين بحط ايه بحط سري وحط القامى بتاعتي وقال لك السري الموجودة دي في الوانز يبقى انت ما عندكش هندرد وما عندكش تنز يبقى هتبقى بالشكل ده تمام عندي ايه عندي مليون وعندي ساوزند وعندي وانز تمام يبقى اول حاجة هكتب فايف مليون ادي كده الفايف مليون وبعدين مفوض اكتب الساوزند عندي فيها هندرد وعندي فيها تنز وانز ادي هندرد اهي وففتي ادي ففتي زي ما هو قال وبعدين بحط القامى وسكستين مقالش هندرد بحط زيرو وبعدين حط الساوزند ساوزند هنا مديني مديني تن ومديني وانز مش مديني هندرد يبقى حط زيرو وبعدين حط التويني السري دي مكانها بعدين حط القامى هنا مدي لك هندرد تمام ومدي لك الفورتي بالشكل ده فوش طبعا دي معناها تنز ومعناها وانز مع بعض. اه دي دي عندنا سيفن هندرد ساوزند اه ميديك ساوزند هندرد وميديك تن وميديك وان في الساوزند. ماشي يبقى ادي الهندرد وآدي التن اللي هي الفور وميدي لك الوان في الساوزند. بعدين ميدي لك هندرد وميدي لك تن وميدي لك ايه الوان في البرد الخاصة بي اللي هي الوانز. دخبط غالك. مدي لك هنا ومدي لك ومش مدي لك يبقى دي عندنا اهي. والتن حط مكانه زيرو وبعدين حط القمع. مدينا ومدينا مش مدينا يبقى دي اهي. سوري كام عندنا وزيرو وحط ايه? تمام? عندنا مدينا ايه? مدينا مليون ومدينا ومدينا وانس. تمام? اهي اهو المليون وبعدين كاملة. تمام? فيش اي مشكلة. وانس كمان كاملة برضو. مفيهاش اي مشكلة خالص. دي سهلة جدا. ده برضو هو هنا عندنا مدينا مليون ومدينا يبقى دي برضو كاملة. ادي وحكتب دي كاملة برضو. تمام? لان هو مديني كل حاجة فيها. ودي نفس الشيء برضو موجودين كاملين. خلاص مماش اي مشكلة. دي مديها لك تمام? زي ما شايفين. وهو عاوزك انك تعملها اكس باندد. فهو هنا جاب ايه? سيفين ساوزن دي حطها. وحط التو ديت اللي هي التوني. تمام? نك هنسلها كده وحط. باقي مين? باقي السيكس دي اللي موجودة في الهندرد. يبقى هقوله. طيب دي. دي موجودة فين? دي ميليون. طيب آدي الميليون. وبعدين مفهود يبقى عندي ما فيش ثاوزن دي. موجودة في الوانز. يبقى فيه مفهود الهندرد. وبعدين احط الايد. وبعدين احط الكاما الموجودة في الهندرد. دي في التن. ودي في الوان. بس كده. تمام? طيب. بعدين السؤال اللي بعده. بيقول هنا تعالوا نعملها. بيقول لك هنا عاوزها نعملها تمام? يلا معي. هنا قلنا ايه? قلنا الوان دي موجودة فين? الوان موجودة في الهندرد ساوزند. يبقى بقدي ايه? تمام? بنزل الوان وكل اللي قدامه زيرو. هقول له بلاس. السيفن موجودة في التن ساوزند. ادي اهو سيفنتي ساوزند. بكتب برضو السيفن وحط كل اللي قدامها زيرو. البعدين الزيرو مش بكتبه خلاص. السري من ها في الهندرد بسري هندرد. والنين من قد في التن بي ناينتي وتو ما موجودة في الوان بي تو زي ما هي. وان هندرد فايف. الوان هندرد دي موجودة فين في الساوزند. او دي يعني كلها اصد البيوتر الخاصة بالساوزند. يبقى دي بوان هندرد ساوزند زي اللي فوق بالزكت. والزيرو مش بكتبه. الفايف موجود في الساوزند. ادي في ساوزند. تمام? التو موجودة في الهندرد بتو هندرد. والزيل ما بكتبهوش. والات موجودة في الوان بات. تمام? طيب اللي بعده. دي سكس هندرد. ادي كده اهو سكس هندرد برضو زيهم بالضبط. ساوزند. هقول له بلاس. الزيل ما بكتبهوش. الوان موجودة في الساوزند. ادي وان ساوزند. بلاس. تو موجودة في الهندرد بتو هندرد. هقول له بلاس. الزيل ما بكتبهوش. السابن موجودة في الوان بسبن. بس كي. هنا عندنا ما دينا ايه? الخاصة بالمليون والساوزند والوان. يلا دي تو مليون. اكتبها فين عشان بس هنا المكان ضيق معي. نكتبها هنا فوق. تمام? ركزوا معي. ادي اهو تو مليون. ادي تو مليون بالشكل ده. تمام? دي كده تو مليون. هقول له بلاس. وموجودة في الهندرد ساوزند. يعني بتو هندرد ساوزند. اهي. هقول له بلاس. السيفن منوجودة في التين ساوزند يعني بت سيفين تيم ساوزند. هقول له بلاس. السيفن الاولينية دي منوجودة في ال الان اللي هي دي. بي سيفين ساوزند. هقول له بلاس. خلصنا والمليون تعالوا نشوف البريد الخاصة بي وانز. الوند موجودة في الهندرد. يبقى عندنا هقول له بلاس وان هندرد. بلاس الناين موجودة في التن بناينتي بلاس الوان موجودة في التن عندنا سوري الوان موجودة في الوانز بي وان هكتبها زي ما هي. يلا نحل دي لوحدنا واكتبوه لي الاجابة في التعليقات. او بعتوها لي على التليجرام. دي سري مليارد. دي سري مليارد. ماشي. وعندي وعندي ساوزند وعندي الوان. يلا كده من الاول خالص شايفين معايا هكتبها من الاول عشان دي طويلة. فدي سري مليارد او اللي اكتبها من هنا. سري مليارد اه دي عندنا سري مليارد اهيه. تمام? كده ايه? عندنا مليارد. لان دي الوانز ودي ساوزند ودي المليان ودي المليارد. بعدين حكتب بلاس. بدا ان من هن 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 درد ادي متاع المليارد. تمام اهيه؟ شافين معايا دي ايه؟ دي 100 مليار ادي الخاصة بالمليارung ودي الساوزند ودي ادي الوانز. ماشي هقول له بلاس. بعدين سرتي سيفن مليارد. يبقي حاخد الاول سرتي. ادي سيرتي اهي. مليون. تمام? طبعا انا المكان معايا دي ومش عارفة اكتب كويس ممكن تكون الحاجة مش واضحة. تمام? اهو. وبعدين سيفن مليون. اه دي سيفن طبعا بقول له بلاس. سيفن مليون. تمام? هقول له بلاس. ندخل على سكس هندرد. اه سكس هندرد الاول. اه دي سكس هندرد ساوزند. هقول له بلاس. بيقول ناين تين ساوزند. الناين تين دي عبارة عن ون وناين. يعني تين اللي هو الناين تين دي كده صح? فهي فيها ايه? فيها ون اللي هو في التينز. يبقى ساوزند. هقول له بلاس. الناين موجودة في الساوزند نفسه. اه دي ناين ساوزند. بلاس. بعدين قال ايه? قال اتي ايت. اتي ايت. يبقى ما عنديش هندرد مش بكتبه خلاص. اتي دي عندنا اتي اهي اتي يعني معناها اتي كده وبعدين ايت اللي هي كده. تمام? هي اتي ايت? تمام? بالشكل ده. تعالوا معايا نشوف اللي بعده. تعالوا هنا بيقول املأ الفراغات وستخدمي علشان تساعدك. النمبر ده معمول له كمبوز. عاوزك انك انت تعمله دي كمبوز. طيب هنعمله ازاي زي ما كنا بنشتغل بالزبط. عندنا انا مش هقدر حل كل دي انا حل واحدة من كل نوع. فبالتالي عندنا دي موجودة في مليارد. فحكتب كده سكس سكس مليارد. تمام? عندنا كده كما زيرو 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 كما زيرو زيرو زيرو. فدي كده ايه? سكس مليارد. سوري. حط هنا ايه? هحط هنا بلاس. بعدين عندنا الوان موجودة في الهندرد مليان. يبقى هحط كده وان هندرد مليان. تمام? عندنا لسه كما بالشكل ده. بعدين في تو. التو دي موجودة فين? التو موجودة في التين مليان. يبقى عندنا كده تو موجودة في التين مليان بتويني مليان. تمام? بالشكل ده. هقول له بلاس موجودة في مليان. يبقى هحط كده. دي عندنا كما زيرو عندنا زيرو زيرو زيرو. هقول له بلاس الزيرو طبعا عندي مش بكتبها خلاص. دي موجودة في تمام? عندنا هقوله كده ايه? هحط لسه كمان عندنا هنا الزيرو خلاص والتو عندنا وخلاص الزيرو مش بكتبه وخلصت كده المسألة بتاعتنا. تمام? بعد كده اللي قدامكم ده انا بجيب النمبر اللي معايا في المسألة من فوق. وببدأ ان انا احطه في الجدول وكل واحد تبقى بتاعته. تمام? هنا في المسألة اللي بعدية هو جاي بالعكس. هو هنا جايب كده الارقام من تحت وعاوزك تعمل سهلة جدا. والزيرو والوان والفايف والناين والزيرو والفور. هحطهم كلهم وارسهم هنا. جنب بعض. وبعدين هعمل بنفس الطريقة اللي انا عملت بها من فوق بالزبط. تعالوا نحل المسألة دي. هو جايب لك كده الارقام وعاوزك تعملها كومبوز. وبعدين تحطها في الجدول. فتعالوا سهلة نغير. هنا عندنا دي موجودة فين والارقام دي كلها معناها مليارد. تمام? يعني لما حطوا واعملوا مع الرقم ده معناها تمام? وبعدين عندنا دي موجودة فين? موجودة في التين مليون. موجودة فين في التين مليون? طيب مليون ما فيش. فبالتالي احط مكانها زيرو. احط ايه? احط زيرو. تمام? وبعدين هحط الفايف طايمز التن دي بكان بففتين مليون الفور موجودة في التن ساوزند في التن ساوزند طيب فين الهندرد مافيش بحط زيرو وبعدين هحط هحط فورتي وهنا عندنا كان في لسه في ساوزند هنا يبقى فورتي سري هقول له بعد كده الكاما ودي فايف هندرد وهنا عندنا دي ناين تايمز وان بناين لكن مافيش تن هحط التن ماكانها زيرو وناين طايم زوان عندنا بناين. تمام? اسفى جدا ده ان الكتابة كانت مش واضحة معي. بعدين حبدأ اخذ الاركام دي وحارصها هنا في التيبل اللي معايا ده. تعال نحل السؤال اللي بعد بنفس الطريقة بالزبط. حبدأ اخذ الاركام دي. هنا عاوزنا نعمل لها دي كمبوز. دي طريقة تانية انا بعمل بيها عن طريقتين. الطريقة الاولى شرحناها بالجامع. ودي الطريقة التانية عن طريق الطايم. اللي هو يعني الضرب. طيب بنحلها ازاي? عندنا دي اول حاجة باخدها. تمام? بفتح بعمل كده بعمل ايه? ده القوز ده اللي معايا اسمه بعمل وقوغل طايم دي فين? البرية دي في المليون. يبقى انا هقوله طايمز وان مليون. ده كما وحط زيرو 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 كما زيرو زيرو. كده عندنا وان مليون. وهعمل كلوز للبرينتسيز بتاعتي. واقوله بلاس. هفتح برضو. هعمل كده اوبين برينتسيز. عندنا الزيرو موجودة فين? لا الزيرو ما باشتغلش عليها انا خلاص. هاخد الفور. الفور موجودة فين? موجودة في التين ساوزند. يبقى هقوله فور طايمز تين ساوزند. تمام? واعمل كده واعمل بلاس. عندنا اللي بعدها مين? اللي بعدها زيرو? لا. هاخد الفور. الفور موجودة فين? موجودة في الهندرد. يبقى فور طايمز وان هندرد. واعمل خلاص. عندنا في زيرو زيرو. مش هكمل تاني لان الزيرو احنا مش بنستخدمه. تمام? كده خلاص خلصت المسألة بتاعتي. هنا في احط اول حاجة بعد عندنا في طيب فين مليون ما فيش. حطي زيرو. وفين التين مليون برضو ما فيش. حطي زيرو. احط بعد كده واحطي الكامل. احط هنا في ايه? عندنا في اللي بعد كده خاصة بالساوزند. لازم يكون عندي هندرد. اه ها عندنا سكس تايمز هندرد بحط سكس. وبعدين مفروض يكون عندي تن. لا هنا ما فيش تن حطي زيرو. في عندنا بحط سيفن. وبعدين احط الكامل. وبعدين عندنا الخاصة بالوانز. فيها اللي هي ماتوم. وبعدين فيها تمام? ناين مليون يبقى بحط ناين مليون اهو. هقول له كامل. تمام? بعدين طبعا دي خلاص. دي عندنا ساوزند مفيش هندرد حطي زيرو. دي موجودة في التين. وبعدين السرين موجودة في الساوزند وحط ايه? بحط الكامل. وبعدين دي هندرد. تمام? ودي ودي ايه? تمام? هنحل دي لوحدنا. تعالوا نشوف اللي بعده. تعالوا معي اخر حاجة ونحل الاسئلة نشوز مع معد. بيقول ده بيقول عندنا نقطة فورم. آآ ده اسمه ايه? ده اللي هو الطبيعي اللي احنا بناخده على طول. الشكل الاساسي بتاعنا قلنا اسمه وزي ما شايفين البيتش دي كلها كانت موجودة في امتحانات المحافظات العام الماضي. تمام? والعوامل السابقة يعني مش الماضي بس. ازا نمبر تين مليون آآ التين مليون وي آآ ده النمبر ده وده وده بيقول عاوز نكتبها كستاندرد فورم. طب يلا معاه. احنا قلنا تين مليون في المليون. تمام? وبعدين عندنا آآ دي جاهزة. تمام? وبعدين عندنا اللي هو آآ الوانز دي. تمام? عندنا اي واحدة فيهم اللي هي سين. عاوز ستاندرد فورم لي اتين مليون. ماشي. وي سكس هندرد فايف ساوزند سكس هندرد. وآ دي كده بيقول فايف ساوزند آآ مفيش عن دلتين. وآ دي الفايف ساوزند وحط كله قدامه زيرو. تمام? اللي هي اي واحدة في دول عندنا آآ اللي هي اول واحدة. تمام? بيقول ماشي. انا بكتبه وبعدين ندور على الاجابة. وقال يعني مفيش هندرد. ماشي اهو. وبعدين بكتب اللي هو ده. طيب اي واحدة من دول. تمام? ماشي. دي جاهزة. آآ مفيش وانز زي ما كان هزيرو. يبقى اي واحدة من دول هاختار اي. تمام? بعدين ناين مليون ناين مليون زان سكس هندرد. ما فيش ما قادي كده ناين مليون. تمام? وما عنديش هو ما كتبش الساوزند. وبعدين دي في يعني ادي سكس هندرد. فاي واحدة آآ اللي هي ايه? اخر واحدة اللي هي دي. تمام? بيقول وان مليارد. تمام? وبعدين مدينا مليون برافو. وبعدين مش مدينا ساوزند حط زيرو. وبعدين اكتب النمبر اللي هو ايه? في الوانز ده. طيب اي واحدة من دول آآ آآ تمام يبقى هي ايه? عندنا ايه? ده دي موجودة فين? في المليون? آآ ماشي دي موجودة في المليون. وبعدين هو آآ مش مدينا اصلا ولا مدينا تن لكن مدينا وانز. تمام? وبعدين مش مدينا لكن مدينا تن ومدينا وان. يبقى اي واحدة آآ عندنا آآ اخر واحدة خالص يبقى اختار دي. ارضو آآ فدي ايه? دي عندنا كده مليون. تمام? بعدين بحط الكاما. بعدين هنا عندنا ايه? دي مليون يبقى مفوضة عندي هندرد. وبعدين قلنا عندنا تنز وبعدين قلنا وانز. تمام? وحط الكاما. بعدين هنا هندرد. وآدي التنز. وآدي الوانز. تمام. يلا فين? عندنا آآ تمام يبقى هختار بي. اللي بعده زي النمبر اللي هو النمبر ده. بيقول دي مليون. ودي ساوزند ودي وانز. هي جاهزة. يعني انا مش حكتب حاجة. تمام? فهو المليون والساوزند وي الوانز. آآ تمام. تمام? طيب. اللي يوصل معي لحد الجزئية دي. اتمنى ان هو يكون عمل لايك للفيديو علشان ان نزل لكم الفيديوهات بصرعة. اللي هو ده. عاوزوا. طب يلا يعني اول حاجة. تعالوا شف ما بعد لانه هو هنا ملغبطها. فهنا اول حاجة مسلا بدأ به سري هندرد. تمام? فين سري هندرد. سري هندرد ده لقا او ده لقا يبقى عندي دي او دي. ماشي. بعدين يزيله مش بيكتبه. الناين موجودة في الوانزاوزند. ماشي. السكس موجودة في الهندرد. آآ دي سكس موجودة في الهندرد. لكن هو كتبه هنا في التن. يبقى انا هختار خلاص سي. تمام? دي هو حطها يبقى سري تايمز وان ساوزند. هقول له بسري ساوزند. هقول له بلاس سري مفتايمز تين عندنا بسيرتي. تمام? يلا معايا ده بلاس ده. يبقى سري ساوزند بلاس سيرتي. يبقى انا بنزل زيرو. وبحط سري وزيرو وسري. اي واحدة من دول اللي هي بي. انا عملت له مقدشها معايا دي خالص يعني. ماشي? مفيش اي مشكلة فيها. قلت يعني ده بلاس ده وده بلاس ده وبعا كده نزلت لايه? للسري والزيرو التانين ملهمش اي لازمة. تمام? اه اخر واحدة معايا. اه اللي هو ده بيقول ايز? عاوز طب اول حاجة دي موجودة في موجودة في ماشي. وبعدين مفروض يبقى عندي تانز ما فيش تانز حط زيرو. وعندي اللي هي التو. تمام? وبعدين مفروض يبقى عندي اللي هي سري هندرد دي. وبعدين مفروض يبقى في تانز ما فيش حط زيرو وفي حط ايه? حط طيب اي واحدة من دول اه اللي هي عندنا دي اللي قدامي بي. تمام? كده احنا نكون خلصنا النهاردة حلقتنا. اتمنى لكم التوفيق والنجاة. واتنسوش تعملوا لايك للفيديو.